السلام عليكم البنات كديرين لابس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد فيديو ديال الكيكا اللي دايره ضجة بزاف فدليا في اليوتيوب وفايت نحضرها معكم بطريقة ديالي وبطريقة اللي جد 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 بسيطة بالمكونات اللي كيكونوا موجودين في كل بيت ونتمنى من هدلا فيديو هدتنا الاعجاب ديالكم ويلاجبكم فيديو اول حاجة ما تخلوش علي بلايكات ديالكم والشركات ديالكم بشتوصلو بكل جديد ان شاء الله مهم تبعوا معي المقادير وطريقة ديالتحضير وفورجة ممتعة مهمة البنات هاد الكيكا هاتي راه دايره ضجة بزاف في اليوتيوب غير انا خالفت شوية في المقادير ما درش نبس المقادير حيتي يوم ما اصلا نحطوه بالمقادير اللي هي صعيبة مهم تبعوا معي المقادير وتشوفو كيفاش غايجي نهي غدي نستعمل اول حاجة جوج بيضات اللي غيكونوا على متوسط للحرارة ديال المطبخ وكيكونوا متوسط ديال الحجم طبعا وغدي نزيد معه كأس ديال سكر سنيدة حبيبات يعني كأس عنبه مهم كأس ديال الشاي او كأس ديال عنبه وغدي نضيف معه واحد بصدق يعني غير الشط ديال الملح غير واحد شوية ماشي بزاف ونيا غدي نضيف معه واحد ألزة بيضة او فانيلا لحسب النوعية مهم اي نوعية نهي غدي نخلطها جميع المكونات مزيان مزيان غدي نحس بدك سنيدة بدك يدوب لي عاد غدي نزيد المكونات اخرى مهم البنت هنهي غدي لك نضيف سكر ضرور ما كان نخلطه مزيان باش دك السكر غا يدوب مايبقى ليش حبيباتها كاك في الكيكا مهم هنهي غدي نحاول انا ننخلطه مزيان غدي نحس به انه دايب عاد غدي نزيد المكونات اخرين والدابة ان شاء الله غدي نضيف واحد كأس ديال الزيت كأس عنبى طبعا غدي نضيف كأس الزيت المائدة غدي نخلطه واحد شوية وغدي نضيف معاه واحد كأس عنبى طبعا ديال الحليب يعني كأس نفس الكأس اللي عبرت فيه الاول به باش غدي نبقى نعبر نيين كأس حليب عادي يعني ما ده في مواله عادي غيره وكي يكون على درجات الحرارة ديال المطبخ نيين غدي نحاول انا ننخلطه مزيان حتى ننزج من هدل العناصير نيين كنت كنضيف غير السوائل دابة غدي نضيف نواشيف نيين غدي نستعمل واحد المعلقة كبيرة ديال كاكاو المور غدي نخلط مزيان هدل الكاكاو هادي حتى ما يبقى ليش حبيبات في الكاكاو واكيد هدل كاكاو راني غرب التو قبل ما نستعمله غدي نحاول انا ننخلطه مزيان تغدي نخلط ليه تكل كاكاو مع المكونات اللي ليدرت وهنا يا البنات غدي ننضيف واحد المعلقة ديال الخل اللي نرمال مكان غدي نديره قبل من من كاكاو نسيته يعني درته دابة ماشي مشكل يعني ما كاين بول فرق بديريه دابة ولا مقبل ماشي مشكل واحد معلقة وخد تكون غير معلقة صغيرة هاتي يالي كانت صايب لنا الكيكا هنا غدي نحاول انا ننخلطه للعناصير مزيان خصوصا ذاك الكاكاو باش يدو ما يبقى ليش حبيبات وهنا يا عد غدي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيقة البنات انا كنضيف على حساب يعني المكوين اللي عندي يعني كاين الدقيق لحسب النوعية اللي كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش نايا غدي نضيف جوج خمارة ديال 7 كرام اه كنضيفه مع الطحين اكيد وبنسبة للطحين اكيد رهم مغربل يعني هنا يا بنسبة للطحين البنات را كنضيفه بالتدريج يعني حتى نشوف الخليط ديالي ما يخصوش يكون قاسح ما يخصوش يكون جاري بزياد وما انتم ما غدي تشوفوه في الفيديو كيفاش غيجيني في التالي انا يا اضفت يالله كاس الاول اضفت عليه جوج خمارات حمر ديال 7 كرام يعني ما يعادل 14 كرام في جوج الصاشيات انا يا غدي نخلط اعطي نبقى نزيد دقيق بالتدريج يعني بشوية بشوية انا يا اضفتك الكاس الاول في دقة ديك ساعة نبقى نزيد بنص نص يعني بقى نزيد نص كاس نص كاس يعني الدقيق البنات ما تشوفوش نبس العبار حيط كيكون نوعية مختلفة في الدقيق نينضفت واحد نص كاس اخر غدي نخلطو حتى نشوف كيفاش جاني العجن ديال الكيك عاد غدي نشوفوش نزيد الدقيق ام لا مهم غدي نستمر هكا في التحريك عاد غدي نشوف نياك كيبال لانه مازال شوية جاري برير بقي لما غدي نزيد له واحد نص كاس اخر شطو يعني بقي جاري غدي نضيف له واحد نص كاس غدي نحاول انا ننخلطو طبعا وغدي نشوف العجين واش بارك عليه ولا غدي نزيد غدي نخلط الدقيق كامل اللي نضيف في المول غدي نحي ديكاتو كل جوانب اللي تمه هيت البنات الكاكاو رح كيشرب الدقيق يعني ما تشوفوش اللي حسب العبار ربما يلا ما فويتوش ديروه الكاكاو يعني يمكن لكم انكم ضيفو الدقيق اكتر هيت الكاكاو قد شرب بعض المرات الدقيق يعني ضيقة تجمع لنا العجين فهمتو؟ انتوما البنات هيت المكاويني انا وتجمع انتوما كما كتلاحظو كان ديه بالشكل ثمانية يعني باركة يعني ما غديش نزيد له الدقيق نايا وجد المول ديالي اول حاجة البنات بالاول كان وجد المول نايا درت الوراق الزبدة اما الجوانب دهنتو بالزبدة ارشيت عليه الدقيق هنا هي غدي نطلع المول الفوق باش نهبط دك العجين ديال الكيك باش منفس الوقت الكيكا ديالي غدي تنفخ يعني هدا السير عود من اسرار ديال الكيكا يعني مليك تطلعوا المول الفوق دك الكيكا ديالكم قد خلالكم شوية من فوقها صفي هنا هي درتو كامل في المول اللي غدي نديرو في الفورن غادين بنسبة الفورن غدي نديرو على مية وثمانين درجة اللي الفورن كيكون بارد حتى كندخل الكيكا ديالي عد كنشعل الفورن يعني غدي نخليه حطي طيطيب وغادين نرجع معكم يعني هيا بنسبة الكيكا راني حيتها رها طابط ليا من الفوق او من التحت يعني رها واجدة دبا غدي نضيف معكم المكون يعني الطبقة التانية اللي غدي ندير على الكيكا عد بنمورها غدي ندير طبقة تالتة ويمتبع معي في المقادير ديال الطبقة التانية غدي نوجد واحد الكاسر هنا فيه نصف لتر ديال الحليب او تلتات الكيسان ديال الحليب نايا غدي نضيف جوج كيسان وعفوا جوج معالق ونص ديال النشا غدي نضيف معه واحد فانيلا من التسنيم ربما اهω ربما سوف ي نقص الشوكولات ولكن انا اتو بدي بيضة يعني ترت الكيكا بالشوكولات طبقات اتو بقيتها ببيضة اما الطبقات التالت هي اللي غدي نزينها انها غدي نضيف معه واحد جوج معالقة كبار 음악 ديال الصكار سينيدة بنسبة للحلاوه يمكنكي كم تنقصو او زيدو على حساب��� 다ي بالforearing يعني لحسو الشخص كيف شتي هده يبغيص تكون نضيفه فوق الكيكا ديالي نضيفه فوق الكيكا ديالي نضيفه فوق الكيكا ديالي نضيفه كالتباق يضيفه في طلاجة نضيفه فوق الكيكا عاد يضيد عليه الطبقة الثالثة مهم هنا غدي نخليه هتا يتمشيله ذاك الفوار عاد نديره شوية في تلاجة هنا غدي نضيف المكوين الثالث نضيف شوية الشكلات ما كيهمش الكمية المهمة شوية ديال الشكلات هكا غدي نضيف معه جوج علب ديال ضانيت وغدي نديره يدوب لي عاد نديرها فوق الكراميل اللي ديرها على الكيكا مهم هنا يبنزب العلب استعملت جوج اما لك انا عندكم مول شوية صغير يمكن لكم تستعملوا واحدة بركة او يمكن لكم انكم تستعملوا غير شكلات اضيفوا معها شوية الحليب مهم هديك تبقى غير طبقة الثالثة لتزيين فقط صفي انا استعملت شوية شكلات الجوج دانون ديال ضانيت ديال الشوكولة اكيد صفي غدي نديره يدوب وعاد نفرشها فوق المول يمكن لكم هنا يضيفوا شوية الحليب ولكن انا ما اضفتش صفي الكيكا ديالي هنا لما تجمعت لي واحد شوية انا اللي هنا هي من جناب كنحيدها من المول غيرها كابل موس غير بشوية باش ملي نحيد له هاد الاطار اللي ضاير ما تلسقش لها يعني باش ما تشقش لها كالك الكريمة اللي ضايرة على الكيكا اني كنحاول غير بالضهر ديال الموس باشي بنجي هاللما ضياء من الضهر دياله كنحاول انا نديرها كاف الجوانب ديال الكيكا باش بلي نجي نحلها ما تلسقش بات الشكل هادا كما كتلاحظو واخرها ما عدت عقداتش ليا بزاف ولكن كنت انا شوية مزروبة طب هنا ايا قدي نضيف طبقة ثالثة هي هادي قدي نحاول انا ننفرشها مزيان بهات الشكل يعني كنحاول انا ندير معلقة حيط الكراميل البيضاء تعقدات شوية اما شكلات رها سخون باش ما تديرش ليا الحفرة في الكيكا يعني كنحاول انا نزبق المعلقة باش ما تكونش عندي الحفرة في الكيكا يعني صاف هنا هي كنطيف ذاك الشكلات كاملة عندي في الزلافة وغادي نحاول انا ننفرشها عود ثاني في الكيكا كاملة بهات الطريقة هادي وغادي نخليها اكيد واحد شوية احتى هي تشد شوية رصها في التلاجة كما قلت لكم وخا انا را ما صبرتش عليه بزاف هيت كنت مزروبة غادي نخرج اللي هادرتو بسرعة يعني هو النور مرائي لكن يعني شد برصه في التلاجة مزيان كتكون نتيجة احسن مهم انا هي غادي نخليه واحد شوية غير واحد خمسة دقائقين غير انا مزروبة منتو ما خليه شوية كتر حتى قد عودت الطبقة الثانية يعني كتجمد شوية في التلاجة كتجد شوية رصها مهم انا هنا هي غادي نحاول انني يعني خليت غير واحد شوية غادي نحاول انني نحيدو هات الايطار هذا باش غادي ندير له التزيين من الفوق بنسبة للتزيين يعني تكون الاختياب ديرو بالكراميل او دبو الشوكولات اللبيض والكحل بجوج بيهم او ديرو كراميل دير السكر سانيدة يعني تدبوها بالمقلع مهم عندكم الاختيار انا كان عندي شوية كراميل دوتو هاكا شوية فصاشية كنحاول انني نزينو بيها يمكن لكم درشو عليه لزي في لي او مهم تزين كيبقى اختياري مهم البنات كانو قول لكم هدا هو الفيديو دي لها الظهر اتمنى انا و الان اعجاب ديلكم الى اجبكم فيديو ما تفلوش عليها بلايكات ديلكم واشتراكات ديلكم مع السلامة لقاء ان شاء الله في فيديو جديد شكرا